طيب الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم لانه موضوع برضو يعني مهم جدا جدا وهي خلينا نعمل بمقارنة ما بين اللي بيحصل في فرنسا وبيحصل في مصر في فرنسا فيه مسؤولين طلعوا النهاردة وبيتكلموا ومش عارف هو بيتكلم ازاي وليه او في مصر انا اسف في مصر فيه مسؤول طلع وتكلم النهاردة او كان مسؤول طلع وتكلم النهاردة عن امور تخص التحكيم انا اسف جدا انا عندما انتقد بانتقد اداء مرة تانية عشان محدش يخدني لهذه المنطقة انا لا انتقد وخلينا اقول لحضراتكم انا بتكلم عن مين مباشرة انا هنا بتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح مع الزميل العزيز كابتن ابراهيم فايق في الراديو كابتن عصام عبد الفتاح مع احترامي الكامل ليك ومع حبي وتقديري لشخصيتك اللي هي بعيدة عن الكلام اللي انا هقوله حضرتك بوست التحكيم في مصر الاداء التحكيمي انا اسف حضرتك الاداء التحكيمي في مصر السنة اللي فاتت لم يكن مرضيا لسبعتاشر نادي لان حضرتك قلت كلام غريب جدا جدا وحسستني ان حضرتك اتظلمت الرجل غلط في كلاتنبرج وقال انه قال انه مش خبير خلينا كمل بس النقطة دي وبعد كده قال انه مش خبير وانه بياخد 40 الف دولار وانه هو ما بيعملش حاجة وكابتن عصام قال انه هو بيكون رافض يرجع تاني للعمل في لجنة الحكام ما ينفعش ترجع تاني يا كابتن عصام حضرتك لو رجعت تاني حنقول على التحكيم المصري يلا السلامة هو حضرتك ناسي خلال السنتين اللي فاتوا لما كنت متولي فيهم رئاسة لجنة الحكام كان بيحصل ايه مش مع النادي الاهلي طبعا ولكن مع 16 نادي اخر غير النادي الاهلي مصطلحات جديدة شفناها وسألنا عليها العالم كله ما فيش غير كابتن عصام بس اللي بيدافع عنها الاحتواء وروح القانون وروح سوريا روح البروتوكول اللي بيتعمل هذه المصطلحات بتتعمل من اجل المجاملات فقط شفنا 17 نادي بيقدموا شكاوى في التحكيم السنتين اللي فاتوا شفنا هروب من المسئولية شفنا حكام بيتم تفضلهم على حكام اخرين لمباريات معينة يا كابتن عصام هو حضرتك ناسي ولا ايه ما تروح تتفرج على ما انا هتكلم هنا على مطشط الاهلي روح تتفرج على مطشط الاهلي في الموسم اللي فات عايزني اطلع لحضرتك كل الاخطاء اللي حصل التاني بلاش الموسم اللي فات روح الموسم اللي قابل اللي فات واتفرج كان بيحصل ايه من جانب الحكام ولجنة التحكيم اخطاء واضحة لكل الناس وجاي حضرتك لما الامور تزبطت بنسبة ولو بسيطة شوية لانه ما بقاش فيه احتواء تقول انه ما حصلش حاجة وتغيير ايه اللي حصل وما فيش تغيير حصل والتحكيم بقى الاسوأ كابتن عصام حصل تغيير وان كان بسيط كابتن عصام حضرتك ممكن تقول لي فين التحكيم المصري في كاس العالم لسنتين اللي فاتوا يا كابتن عصام حضرتك وانت موجود 34 حكم اجنبي كانوا متواجدين الاندية عايزة كده اه طبعا بس عشان الاحتواء كان بيحصل ومن حق الاندية اللي عايزة حكام اجانب طبعا بعد المستوى الهزيل في اداء الحكام المستوى الهزيل في اداء الحكام كان من حقهم ان هم يطلبوا حكام اجانب على الاقل الحكم الاجنبي لما بيغلط بيغلط هو حضرتك ناس يا كابتن عصام انه ازمة كابتن امين عمر اللي حضرتك اتخلت عنه وكان المفروض يروح ضمن حكام كاس العالم اللي فات في واقعة مؤسفة حيفضل التاريخ يتذكرها طوال الوقت قدي ان رئيس لجنة الحكام تخلى عن واحد من حكامه هو حضرتك يعني كنت موجود في لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي هل عمرك استغليت منصبك فيما هو افضل او يكون افضل عشان يتم خدمة التحكيم المصري او تطوير التحكيم المصري ما شفناش ده على مدار سنتين حضرتك كنت بتبص لمصلحة الشخصية فقط حضرتك دلوقتي جاي خايف على مصلحة التحكيم وبتنادي يا جماعة والحق التحكيم طب حضرتك كنت مسؤول سنتين كنت فين ما شفناش اي تطوير ما شفناش اي حاجة ما شفناش حكام جدد وفي الاخر طالت تقول يا كابتن عصام انا ما عنديش مشكلة في الخبير الاجنابي بس يكون خبير واحنا كمان ما عنديش مشكلة في الخبير الاجنابي لازم يبقى نجرب هذه التجربة بعد التجربة السيئة في الاداء اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت كلاتنبرج بالمناسبة يا كابتن عصام ما عرفش حضرتك بتاخد بالك ولا لا كلاتنبرج او رئيس لجنة الحكام مهما كان اسمه الاجنابي بيطلع يحلل الحالات التحكمية ما زي ما حضرتك كنت بتعمل حضرتك دبست بالكابتن محمد عادل بعد مباراة اهلي وزمالك في مكالمة تليفونية قال احنا لازم يبقى فيه احتواء وانت كنت قاعد جنبه ووقف جنبه ما تخلنيش احكي قصة تاني وروح البروتوكولة يا كابتن عصام هو حضرتك متخيل انه ممكن ننسى هذه المصطلحات الغريبة حضرتك بتقول ان محمد سعيد زميلنا هنا في قناة الاهلي بيعمل تعصب وفتنة عشان بيقول الحقيقة يعني وقال وجهة نظرك في هدف الداخلية ومعلوماته صحيحة بالمناسبة وعندنا مستندات وعندنا معلومات وعندنا كل حاجة ومش هتلحها دلوقتي انت قلت الكرة اوف سايد وفي 11 حكم او 11 خبير اخر قالوا ان الكرة جو الفتنة دي حضرتك اللي عملتها يا كابتن عصام اذا كان هناك فتنة يعني حضرتك اللي عملتها قبل ما تمشي لما كنت دائما بتكيل بمكيالين يعني انا الحقيقة استغربت جدا جدا من تصريحات كابتن عصام عصام عبد الفتاح التصريحات الغريبة النهاردة مع كابتن ابراهيم فايق لكن الحقيقة ما عنديش مشكلة ان انا نقدر ارد على حضرتك وانا قلتلك الكلام ده كتير يا كابتن عصام نحن لا ننتقد اشخاص ولا ما عنديش اي ما عنديش اي مشكلة مع شخصية كابتن عصام او لا انا عندي مشكلة مع اداء كابتن عصام عبد الفتاح خلال سنة ونص او اكتر شوية في التحكيم المصري كان انا بشوفها اسوأ فترة للتحكيم المصري